اهلا وسهلا بكم اخواني الفاضل في الحلقة السلسة والعشر من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا اخواني الفاضل وجميع الناجحين بمارس هذا الموضوع وهو التوكيدات اليومية او التوكيدات الايجابية او التوكيدات الذاتية سميها كما شئت اخي الفاضل لكن يعني الجميع يحرص على ترديد بعض العبارات الايجابية والذاتية والعبارات اللي فيها نوع من الالهام متحفيز اخي الفاضل عشان هي تساعد وتعينه على طريق النجاح وبدء الاعمال وانجازها ودائما هذه بتزيده من انتاجه اخي الفاضل عشان هيك بيحرصوا جميع الناجحين على تأكيد وممارسة هذه التوكيدات بشكل يومي طبعا عزيزي المشاهد بحبة ذكرك انه ضروري انك تشترك في هذه القناة وتعمل اجاب لهذا الفيديو وتشارك غيرك هذه المعرفة والعلم من اجل نشر القيمة والحضارة بين الناس اخواني الافاضل والكثير من الناجحين والاشخاص العاديين يمارسون العبارات والتوكيدات اليومية اخواني الافاضل ولكن خلينا احكي لك انه يعني الناجح بمارس هذه العبارات وبترجمها الى اكشن الى فعل لكن الشخص العادي بمارس هذه التعبيرات وللأسف يعني لا ينتج عنه فعل اخواني الافاضل وهنا تكمن يعني المشكلة او المعضلة وخلينا احكي لك بعض هذه العبارات يعني واحد يحكي لك مثلا انا انسان غني انا انسان ايجابي انا انسان ناجح انا امشى على الطريق الصحيح انا انسان استطيع انا انسان اقتنص الفرص وهكذا كثير من العبارات اللي بتختلف يعني اخي الفاضل وكل يعني له عباراته الخاصة ودائما يعني هذه التوكيدات بمارسوها اخواني الافاضل ناجحين في الصباح الباكر خلينا احكي لك اخي الفاضل انه انا بتتفق مع الجميع انه التوكيدات هذه الايجابية او التوكيدات الذاتية هذه بتساعد انه الناجحة انه ينجح والزاد نموا ونجاحا وبتساعد كثير من الاشخاص اخواني الافاضل على مزيد من التحفيز والالهام ودائما هذه بتخلي يومك ايجابي بتقتنص الفرص وتعطيك طاقة ودفعة يعني مش طبيعية لكن خلينا احكي لك اخي الفاضل انه الكثير بيترجم هذا الموضوع بشكل خاطئ والكثير بيفهموا بشكل يعني مش المطلوب خلينا احكي لك يعني شو انا بقصد بهذا الكلام بحكي لك اخي الفاضل انه بعض الناس دائما بردد هذه العبارات وهذه التوكيدات على نفسه لكن لا يوجد هناك تغيير لا يوجد هناك اكشن ما في خطط ما في ترجمة لهذه الالفاظ والتعبيرات اللي هو بيحكيها بشكل يومي وهناك للأسف بيشتغلوا عليها برامج وخطط ودراسات ومشارفة وكورسز وللأسف يعني يعني بيطلع المستفيد او البينافشارس ما بيستفيد شيء من وراء هذه العبارات عشان هيك انا معاك ان شاء الله في هذا الوم في هذه الحلقة خلينا اترجم لك هذه التعبيرات والتوكيدات انه نعطيك طرق ويعني بعض التقنيات والتورز اللي حتساعدك انه انت تترجم هذه التوكيدات الى اكشن والى افعال خلينا احكي لك بعض الشرط اخ الفاضل والتكنيكس اللي حتساعدك انه هذه التوكيدات تكون مصدر خير ورخاء ووفرة مالية واستقلال مالي ونجاح وايجابية كيف هذه ممكن تصير اخ الفاضل في بعض الشرط انت لازم تطبقها بشكل يعني خلينا نقول لك حرفة اذا ما طبقت اخ الفاضل للأسف توكيداتك اللومية او الايجابية او الذاتية بتكون يعني للأسف هي مجرد كلام تعبير انت بتردده على نفسك وما بتستفيد منه شيء اخي الفاضل اول شرط اخ الفاضل حتساعده انه دائما كل توكيداتك اخ الفاضل الذاتية او الايجابية او سميك كما شد دائما خلي مرجحة لله عز وجل دائما خلي انه ربنا هو الاساس دائما استمد قوتك من الله دائما انسب كل توكيداتك من الله عز وجل يعني خلينا نقول لك مثلا يعني انا اثق بالله عز وجل يوفقني انا اثق بالله انه ربنا حينجحني انا احسن الظن بالله انه حيعملي كذا وكذا انا يعني اثق بالله انه حينفقني في موضوع كذا وكذا يعني دائما خلي استطاعتك أخي الفاضل وإمكانياتك دائما يعني مرتبطة مصدرها من الله عز وجل وأطمن ربنا أنه حيوفقك في هذه التوكيدات ويأكسها بشكل عملي على حياتك أخي الفاضل ويريد أخي الفاضل أن تكون هذه التوكيدات يعني مصحوبة بدعاء الصغير لله عز وجل يعني أدعي ربنا هيك بعض الأداء أخي الفاضل يعني الرائعة اللي إن شاء الله ربنا يعني بيستجيب منك وهذه التوكيدات بيأكسها إليك بشكل عملي على حياتك فدائما يحاول تبدأ هذه التوكيدات بدعاء الصغير هيك يعني دقيقة أو نص دقيقة أو ممكن تكون مترافقة يعني مع التوكيدات يعني سيان اللي أنت يعني بتحبه أخي الفاضل ولكن خلانا أحكي لك احرص على دعاء الصغير لله يا عزة وجل أنه يوفقك في حياتك وفي توكيداتك ويعكس لك إيها بشكل عملي على هذه الحياة وصلنا للشرطة الثالثة أخواني الأفاضل هي دعوة للتنفيذ للعمل للخطط للإجراءات للسلوكيات سميها كما شيء دعوة للأنشطة لكن أخي الفاضل لازم أنه أنت تحكس هذه التوكيدات إلى ممارسة عملية ما بيفعل أنه هي تكون تعبيرات يعني لفظية مكتوبة على الورق وأنا أردد هذه العبارات والتعبيرات وللأسف لن تنتد شيء أخي الفاضل طول ما هي على الورقة وأنت بترددها إذن لازم أخي الفاضل مهم جدا أنه تحكس هذه التوكيدات الإيجابية أو الذاتية إلى أكشن بلان أخي الفاضل وخليني الآن هضرب لك مثال كيف أنه ناكس التوكيد الإيجابي أو اللفظي إلى أكشن بلان وخليني أعطيك أخي الفاضل مثال عملي جدا أنا غني أو أنا أصبح غنيا أو أنا أريد أن أكون أثريا أو أنا ثري جدا أخي الفاضل هذا التوكيد اللفظي ما بينفع بدون خطة ما بينفع بدون أكشن بلان أنه أنت تحكس هذا التوكيد الإيجابي الرائع إلى خطة عمل طيب خلينا أحكي لك كيف أنت ممكن تحكس هذا التوكيد أو التعبير اللفظي إلى أكشن بلان أخي الفاضل بحكي لك أنه أنت حاول أنه أنت تضع أهداف لهذا التوكيد كيف يعني أنه مثلا أنا سوف أصبح مثلا حر ماليا يعني بحلول إلى عام 2025 أو أنا مثلا بدي أصبح مستقل ماليا أو أنا مثلا بدي أصبح ثري من خلال كذا وكذا يعني الخطوات والإجراءات والأهداف اللي أنت بدك يا لكن حاول أنه أنت تكون يعني منطقية واقعية مثلا نضرب مثال أنه أنا سوف أصبح حر ماليا بحلول إلى عام 2025 تمام طيب شو المطلوب منك أخي الفاضل أنه أنت تضع أهداف صغيرة أو أنشط تحقق من ذلك القول الكبيرة إيش هي مثلا أنه يعني تتطرق إلى وسائل أنه اليوم مثلا لازم أتعلم مهارة معينة اليوم أنا لازم أخذ شهادة معينة ترينيج معين اليوم مثلا أنا لازم أقلل من الصهرات من الخروج من الشوبينج مثلا أشتري ما أحتاجه أعتمد مبدأ الادخار 10% مبدأ الاستثمار 10% خلينا أحكي لك أيضا مثلا أنه أنت تعتمد آليات ومنهجيات أخي الفاضل بتقلل لك يعني من النفقات وبترشد من النفقات التشغيلية أو الاستهلاك اللي بصير عندك وتخلي دائما الإرادات أعلى من المصاريب حاول أنه أنت تمشي مثلا بالسياسات مثلا هذا طبعا كل أخي الفاضل خطة مالية أنه أنت عشان تحقق التوكيد اللفظ اللي أنت تقول عنه أنا غني أو أنا حر ماليا أو أنا مستقل ماليا إذن لازم ترجم هذا أخي الفاضل التوكيد إلى أكشن بلانو إلى خطة لها أهداف ولها أنشطة عشان أنت تحقق هذا التوكيد اللفظي وحتى أخواني الأفاضل لما أنت تحقق الأنشطة المطلوبة وتلاقي أنه الواقع العملي أنت يعني عكست التابير إلى واقع عملي هتلاقي فيه تحفيز في الألفاظ حتى أنت كلهم لما تمارس التابير هذا أو التوكيد بتحس أنه فيه إجراء عملي بتشوف النتائج المسافي بعنيك أخي الفاضل على أرض الواقف فيزداد يعني تشبكك وتمسكك بهذه التابيرات عشان هيك هذه بتكون التابيرات تؤتي ثمارها فأنت يعني تستمر وتتقدم دائما في أهدافك وبتحقق إن شاء الله التوكيد اللفظي اللي أنت دائما تتكلم عنه أو تحدث به نفسك يوميا طبعا سمحون أعزائي مشهدين أنا يعني انسيت أعمل نهاية للحلقة لكن بتمنى عليك ويعني إذا أنت استفدت من هذه الحلقة وفادتك بشيء أو بمعلومة أو بقيمة حاول أنه أنت تعمل إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في قناتي للأسف لأنه كثير إخواني لفضل من يشاهد هذا المحتوى وللأسف ما بيعمل اشتراك فعشان هيك أنا بطلب منك أن تعمل اشتراك وتنشر هذه القناة وهذه القيمة والعلم والمعرفة لغيرك ليستفيد وإنت تؤجر على ذلك النشر بإذن الله هيك يعني أنا بسيبكم في نهاية هذه الحلقة بتمنى تكون حلقة عجبتكم وخلينا أشوفك في حلقة الغد بإذن الله لأنه هي حتتكلم عن موضوع مهم جدا يا جماعة عن موضوع الإدخار وكيف أنه أنا أدخير وكيف أنه أنا أستثمر وأيضا الحلقة أيضا اللي بعدها حتكون إخواني الله فاضل عن موضوع مهم جدا أيضا وهو الحرية المالية خليك معايا لنهاية هذه الحلقة والسلسلة إن شاء الله تستفيد وأنا طبعا في نهاية حديثي يعني بتمنى لكم يعني صوما مقبولا وطاعة وعمل لله عز وجل طبعا أنهي حديثي في قول الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وليك يا ربنا وإليك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر